السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالإخوان والأخوات مرحبا بالزوار دينا الجداد اللي انضموا لنا في القناة نشكر الناس اللي كتدعمنا وكتعاونك على تطوير في القناة وهذا كيف رحل الحمد لله مرحبا بكم بين العائلة ديلكم الموضوع ديال اليوم إن شاء الله كما شفتوه هو هاد الحجر هذا حجر البريل كما كتشوفوه هو شكل عنده شكل بحل زوجاجي كما قد تلاحظوه يا اخوان انا حاول نقرب لكم الصورة لا لاحطوه وفي واحد إلاش تيس حابلك بأنه غاد تقول بأنها كريستال هذا مشي كريستال هذا بريل الاسم يلو البريل وفي واحد عدد دي الان الألوان فيها الأبيض مثل التلج وفيه شبه أحمر وفيه الأخضر كميل شوية اللون ديال اليشتال الأخضر ديال هذا يسحب لك بأنه راه الزمرد أو الزمرد الدوبابي بالعكس كما قد تلاحظو راهنا كان شوية الخضورية فيه شوية الأخضر هذا هو اللي يجعل هذا البريل كيتميز ويلا لاحظو هذا هو من أندر الأحزار ماشي كريستالية واحد النوع آخر بلوري آخر وفيه ألوان الوردي كما قد تلاحظو هذا راه ماشي أبيض راكبان أبيض هذا شبه وردي وفيه الأخضر كما قلنا وفيه البرتقالي هذه غير المعلومة الإخوان حيث هذا من أندر الأنواع لكهنا ديال شبه الكريستال هذا أحسن من الكريستال هذا كيكون يعني هذا من مجمع أو من عائلة الزمرد هذا ماشي بالخامة ديال الزمرد وإنما من العائلة ديالوحيد بحكم كين فيه واحد العدد ديال الألوان وأشكال كثيرة ولهذا هذا الشيء أضفنا هذا الفيديو اليوم باش توصلكم وتعملكم الفائدة لجميع الإخوان باش منين يتلقوا هاد الأحزار هادو يعرفوا اللون ديالها والنوعية كما كتلاحظوا هذا ماشي كريستال وحاك تشوفوه بشكل كريستال أو زجاجي شكل زجاجي عنده في السبغة ديالو ولكن هذا ماشي كريستال كما كتلاحظوا هذا كتسمى البريل وكينا أنواع أخرى كثيرة من هاد النوع هاد فيه كما قلنا الأخضر وفيه شبه الأزرق فيه لون برتقالي مفتوح وكينا شكل وردي وكينا هاد هو الأندر ديالهم كما قلت لكم هاد البريل الأبيض هو من أندر الأحزار اللي كينا كما كتلاحظوا هاد واحد العقد ديال السلسلة كيتعلق كما كتلاحظوا اخوان على الشكل وهذه من الفضة هاد الحديد هاد اللي كيبه لكم هنا هاد فضة خام نوعية 529 يعني فضة 925 عفواً يعني نوعية جيدة كنشكر جميع الإخوان باش من طولت عليكم في فيديو إن شاء الله نتمنى وتكونوا على خير وبخير ونتمنى الفيديو يكون راق جميع الإخوان اللي يتابعونا على القناة دي الأحزار الكريمة النادرة ونوعدوكم إن شاء الله بإذن الله الموضوع الجاي إن شاء الله يكون شيق وأحسن من هذا إن شاء الله وأحسن من اللي فاتوا كنشكر جميع الإخوان اللي قد دعمنا ما تنسوش الضغط على زر الله يكون شتراك في القناة وفعلوا الجرس باش توصلكم أي جديد وكنتمنى والإخوان اللي يزارونا في القناة يديروا بصمدهم باش نعرفهم اللي يوصلوا علينا وزاروا القناة كنشكركم بزيزا تحياتي معكم أخوكم كمان السلام عليكم